بسم الله و صلى الله على أسعد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا و رسول الله و على آله و صحبه و مو لعدنا إليكم و العود أحمد و جئنا إلى الفقرة الفقهية أسأله جل و على أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين انتهينا من صلاة الجمعة و من صلاة التطوع و من صلاة الجماعة النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضرتكم عن صلاة الجنازة إيه هو فقه الجنازة للميت على الحي أربعة حقوق إذا مات الإنسان له على الأحياء أربعة حقوق أو الحاجة أن يغسل اتنين أن يكفن ثلاثة أن يصلى عليه أربعة أن يدفن في مقابر المسلمين الغسل و التكفين يعني من المستحسن أو من المستحب إن اللي يقوم على غسل الميت أهل الميت يجوز للرجل أن يغسل زوجته و يجوز للزوجات أن تغسل زوجها حتى أم المؤمنين السيدة عائشة كانت تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا زوجاته أمهات المؤمنين يجوز للرجل أن يغسل زوجته طيب الإنسان لما يموت ممكن الإبن يغسل أبوه ممكن الأب يغسل ابنه الغسل عبارة عن غسل عادي زي غسل الأحياء أول حاجة بنضغط على بطن الميت عشان يخرج الفضلات و نقوم بتطهير محل البول والغائط و بعدين بنصر الميت بسطرة قطعة من قماش سميكة لا تظهر العورة و نبدأ بصب الماء عليه نبدأ بالميامن ثم بالمياسر يعني اليمين الأول و بعدين الشمال و بالأعالي ثم بالأسافي للجزء الإيه الوسط الأعلى أولا يمين و بعدين شمال و بعدين الجزء الأسفل يمين و بعدين شمال نحرك الميت على جنبه اليمين و نحركه على جنبه الشمال و يبقى في الغسل شيء من الصبون أو من السدر أو من الكافور و بعدين بنغطي الميت بقى بنكفنه بالكفن الأبيض و السنة في الكفن إنه يبقى أبيض لأن السيدنا النبي قال في الحديث البسوا من ثيابكم البياط فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الرجل يقفن في قميص وثوب والمرأة في ثلاثة ونضع شيء من السدر من الرائحة الطيبة ونحن نغسل الميت من السدر ومن الكافور عشان تبقى رائحة الميت طيبة ونكفن الميت بالكفن الأبيض وبعدين نحمل الميت ونذهب به إلى المقابر أو إلى المصلى لنصلي عليه ونذهب به إلى المسجد إذا ما كانش فيه مكان خلاء أو فضاء هو السنة أن نحن نصلي الجنازة في المكان الواسع الفضاء زي صلاة العيد لكن إذا لم يكن هناك مكان نصلي على الميت في المسجد الصلع على الميت في المسجد لها كيفية أركان الصلع على الميت أربعة اللي إن إحنا بنكبر أربع تكبرات بنقرأ في بعد التكبير الأولى الفاتحة بعد التكبير الثانية بنصلي على سيدنا النبي بعد التكبير الثالثة بندعو للميت بأي دعاء نعرف بعد التكبير الرابعة بتقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده واغفر لنا ولاه طيب عند رجل وامرأة وطف نعمل إيه نجعل الرجل مما يلي الإمام الرجل الأول قريب من الإمام وبعدين المرأة قدام الرجل طيب لو طفل ذكر يبقى الطفل بعد الرجل ثم المرأة طيب لو طفله أنثى نضع الطفلة خلف المرأة طيب الإمام بيؤفين الميت لو موجود الميت أمام الإمام يقف الإمام عند رأس الرجل وفي وسط المرأة طيب عندنا أكثر من جنازة اثنين رجال أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة إلى أخير نجعل النساء في وسط الرجال يعني نخل رأس الرجل عند وسط المرأة ويقف الإمام عند رأس الرجل ويصلي الجنازة طيب أيهما أفضل وأحق بالإمامة لو الميت له حد من أهل يحسن الصلاة يصلي عليه إذا كانوا في الفضاء برّ في الخارج في مكان واسع أما إذا دخل المسجد فالأولى به إمام المسجد إذا دخلت الجنازات المسجد فهي في ذمة الإمام لأن الأولى بصلاة الجنازة زي ما قال بعض الفقهاء الولي أو السلطان أو من يقوم مقامه واللي بيقوم مقامه في المسجد الإمام الراتب المعين من الدولة فهو أولى بصلاة الجنازة لسه معانا كلام تاني عن صلاة الجنازة ربنا يفقهنا وإياكم في الدين وشوف حضراتكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته